يعني حقيقة أكو من يقول أنه اليوم زيارة السيد مصطفى الكاظمي إلى البصرة وعقدة لهذه الجلسة بهذا التوقيت هي حركة استباقية ذكية قبل الذكرى السنوية لثورة تشرين اللي هي متوقعة أنه تنفجر فيها التظاهرات وتعود من جديد إلى الشوارع تعتقد فعلا هي حركة ذكية وممكن أن تمتص غضب أهالي البصرة؟ يعني أعتقد أنه ربما متزامنة حتى مع حرارة الصيف لكن أنا لا أمن بهذا القول ولا أمن حتى أنه حتى المتظاهرين حتى اللي خرجوا اليوم في شوارع البصرة هم غير محسوبين على الحراك الشعبي أكثر مما هم محسوبين على بعض الجهات التي سوف تتضرر من موضوع السيطرة على المنافذ الحدودية على اعتبار أنه هذا يعتبر غلق لأحد منافذ تمويل تلك الجهات من أموال الفساد الحراك الشعبي أنا أصور مؤيد لحد الآن لجميع الخطوات التي اتخذها السيد الكاظمي أو اتخذها وربما يشجعوه على اتخاذ المزيد وصولا إلى موضوع محاسبة قتلة ثورة تشرين وتحقيق بقية المطالب الحراك الشعبي المتضمنة الإعداد وتهيئة الظروف الآمنة لإجراء الانتخابات المبكرة والتي أيضا من المستبعد أن تجرى لكن هذه الإجراءات التي ربما تهيئ الأمر لإجراء الانتخابات أهمها هو موضوع السيطرة على السلاح المنفلت والقضاء على الفاسدين على اعتبار أن من يشوه الانتخابات ويزورها هو السلاح والمال الفاسد المال السياسي الكبير الذي تم سرقته وهدره خلال السنوات الماضية لكن أكون ناشطين معروفين في البصرة حقيقة غير محسوبين على أي جهات غير الحراك الشعبي ظهروا وتحدثوا أن يريدون إدارة لا مركزية يريدون يقدمون على أن يصير البصرة إقليم يعني يعتقدون أن هناك تسويف سين التسويف لا زالت موجودة بحسب وصفهم يعني ما تعتقد أن هناك ظلم من حضرتك بوصفهم أن هذه أطراف تابعة للفاسدين وغيرها أنا لم أقول أنه جميعهم أنا قلت أنه ربما هناك قسم منهم قد خرج تلبية لرغبات الجهات سوف تتضرر من اتخاذ القرارات أو القرارات التي اتخذها السيد الكاظمي انظر إلى المطالب المطالب المشروعة سواء كان المطالب بإقليم أو فيدرالية أو تحسين القدمات هذا بالعكس هذا تمثل عامل دعم للسيد الكاظم على الاعتبار هو لماذا جاء إلى البصرة لماذا زار المنافذ الحدودية ويعطي دفع للكادر الوظيفي والقوات الأمنية ومن أجل أنه يوفر موارد الدولة خلال هذه الفترة اشتركوا في القناة